بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المزمل وكنا قد تكلمنا في قول الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة وتكلمنا عن جزء من الآية وبقي لنا بعض الإشارات التي نكمل إن شاء الله بها تفسير هذه الآية في قول الله تعالى يوما يجعل الولدان شيبة نحن قلنا أنه أهل التفسير على قولين على قول على أنه ذلك اليوم العصيب لهوله ولشدته فإن الولدان الذين يكونون موجودين في ذلك الموقف يعني يتحولون إلى شيب لشدة هول ذلك الأمر وقلنا أنه إنما ذاك يكون عندما يقول الله سبحانه وتعالى كمورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول يا آدم عليه السلام يا آدم ابعث بعث النار وعند ذاك يعني يذهل الناس ويشيب الولدان كما ورد فيه الروايات والأحاديث في ذلك ومنهم من يعني قال على أنه هذا في يوم النفخ وقيل يوم الصعق وقيل يوم الحشر وأقوال موجودة عند المفسرين في ذلك ولسنا بصدر الترجيح لضيق الوقت ولكن منهم من قال على أنه ذاك على الحقيقة ومنهم من قال على أن الأمر إنما كان على جهة التمثيل والتشبيه أي أنه لو كان هناك ولدان لشابوا من هول ذلك الموقف ومن هول ذلك الأمر العظيم الذي يقع على الناس حيث تدن الشمس من على رؤوس الخلائق كما ورد في الحديث وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تتكلم عن هول ذلك الموقف هنا قول ثالث أيضا يقول إنما هو عبارة عن طول ذلك الموقف وطول ذلك اليوم أي أنه لو كان هناك ولدان ووقفوا في ذلك الموقف لشابوا قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يبدأ حساب الخلائق وهذا يدل على عظم ذلك اليوم الذي قالوا أنه يكون مقداره خمسون ألف سنة هذا الذي قاله أهل التفسير وقد ذكر الزمخشري فيما قاله قال ورأيت في بعض الكتب أن هناك أن رجلا كان أسود الشعر فاحم الشعر يقول نام فاستيقظ فإذا رأسه كالثغامة من شدة البياض فسألوه قال قال رأيت يوم القيامة ورأيت الملائكة تجر الناس بالسلاسل ورأيت الموقف العظيم والهول العظيم فشاب شعره لمجرد رؤية ذلك في المنام هكذا ذكر الزمخشري وهذا حتى كتب التاريخ تذكر على أنه الملك المغول الإمبراطور المغول الملك شاه جهان قال أنه لما ماتت زوجته تاج محل 1631 أو 1634 يقول أنه حزن عليها حزنا شديدا فاعتكف عن الناس حتى خرج وقد بيضى شعره وانحنى ظهره وهذا كله ربما هذا لموقف من موقف الدنيا للحزن الشديد وقد تكلم العلماء حقيقة على قضية لماذا يظهر الشيب في يعني في جانبي الرأس ابتداء وثم ينتقل إلى بقية الرأس والكلام في هذا كثير لكن الذي يهمنا في الأمر أن الموقف الشديد والأمر العظيم الذي يحصل في ذلك اليوم أنه يكون يوما يجعل الولدان شيبة هل الله سبحانه تعالى هو الذي يجعل أم جعل الله سبحانه تعالى اليوم هو الذي يجعل بإذن الله على أنه اليوم إما يكون فاعل وإما يكون مفعول على الخلاف بين المفسرين قالوا والولدان ورد عن بعض السلف قال الولدان هم أولاد الزنا والبعض قال الولدان المراد بهم أولاد المشركين والراجح والأخذ على عموم الآية أنه عموم الآية ذلك اليوم العظيم الذي يجعل الله به الولدان شيبة لكثرة لهول الموقف ولشدة ما يكون في ذلك المقام العظيم حيث يعني يضع الله سبحانه تعالى الموازين القسط ليوم القيامة ويكون هناك الحساب وهناك جمع الخلائق وهناك الأمر العظيم يحشر كل شيء خلقه الله في ذلك الموقف العظيم فلا شك هذا هول العظيم يجعل الملدان شيبة كما يعني ذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وشيبة الشيب هو معروف بضض الشعر وهو نور للمسلم وإن كان يعني السنة وإخفاء ذلك الشيب لأنه خاصة إذا كما كان يفعل بعض السلف لما كانت وجوههم نظرة وكانت وجوههم شابة ربما يكون هناك شيب عن طريق الوراثة تجد أنه بعض الشباب ربما يكون صغير في السن ومع ذلك شعره فيه شيب وكذلك في وقت الحرب حتى لا يظن العدو أن الجنود هم كبار في السن وأنهم شيوخ وقد تكلم العلماء حتى في مسألة الشيب وضوابط الحناء والصبغ وغير ذلك وأمور كثيرة يعني مبسوطة في كتب الفقه ربما نحن نتكلم بهذا لأنه حقيقة بعض المفسرين عندما يصلون إلى بعض هذه الجزئيات يبسطون القول فيها في المسألة الفقهية التي تعلق في بعض الألفاظ التي ترد في الآية قال يوما يجعل بلدان شيبة السماء منفطر به قالوا الموقف على يعني الهول العظيم جاء على أمرين الأمر الأول هو يوم يجعل بلدان شيبة والسماء أيضا منفطر به السماء تكلمنا عن لفظ السماء فلا حاجة لعادة فيه قلنا السماء تأتي معنا الهواء والسقف والسماء تأتي معنا الغيم وتأتي معنا السحاء وتأتي معنا المطر ويعني تكلمنا عن هذا في دروس ماضية فلا حاجة لعادة قال السماء منفطر به ولم يقل منفطرة به والفطر هو تشقق الشيء كما قال إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وإذا السماء فرجت وإذا السماء كشطت وحالة السماء كثيرة أيضا ذكرناها في السابق لكن الإشارة هنا قال السماء منفطر به قال ابن عاشور وأيضا هذا ما أشار إليه الطبر وإن كان من بعيد قال لما أراد تهويل الأمر ذكر للتهويل ولتعظيم الأمر أن هذه السماء على عظمها وعلى قوتها فهي تتشقق لهول ذلك الموقف وقيل لأن الله قد رفع حفظه عنها لأن الله سبحانه وتعالى تحدى الإنسان فقال فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير أن البصر مهما بحث عن فروج وعن شقوق لهذه السماء فلن يجد فيها شيء لأن الله قد حفظها لكن إذا زال حفظ الله عنها وأمر الله سبحانه وتعالى بتخلية الأشياء إلى ذواتها في ذلك الوقت دون أن يكون حفظ الله لها فلا شك أنها تتفطر وتتهدم يعني ما كانت باقية وما كانت محفوظة إلا بحفظ الله سبحانه وتعالى لها فعند ذلك تتفطر وهذا أمر معروف فإن القرآن الكريم إذا أراد أن يذكر أمر بالرقة يؤنث في ذلك الأمر لبياني أن التأنيث هو أليق بالرقة والرحمة واللطف وإذا أراد أن يعظم شيء أو يقويه أو يذكر الشدة يذكر لأن التذكير هو أليق بالشدة كما في قول الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فوصف الريح أنها طيبة بالتأنيث لأنها كانت طيبة فأنثها ثم قال جاءتهم ريح عاصف فذكر الريح لأنها جاءت كلمة عاصف والعصف هو إغراق وعاصير وأموات شديدة فالشدة تناسب التذكير كذلك نفس الريح هذه نجدها عندما ذكرها عن سليمان قالوا له سليمان الريح تجري بأمره قالوا جعلها كالجارية من جوال سليمان عليه السلام طائعة في قصره فلما كان فيها معنى الطاعة ومعنى الرقة والرحمة أنثها لهذا كذلك هنا قال السماء منفطر به لأن أراد تخويل الأمر وبيان شدته فهذه السماء الشديدة القوية كما قالوا بنينا فوقكم سبعا شدادة فهذه السماء الشديدة القوية هذه في ذلك اليوم تتفطر وتتشقق وتكون كالمهل وتكون وردة كالدهان كما ذكر الله سبحانه وتعالى أما في سبب التأنيث والتذكير للسماء حقيقة هناك أقوال كثيرة لأهل التفسير فقد ذكر أهل التفسير قالوا عن عن أبي عبيدة في مجاز القرآن يقول أنه المراد هو معنى السماء وإنما يعني ذكر على المعنى ولم يذكر على اللفظ اللفظ مؤنث ولكن المعنى مذكر لأنه أخذ من معنى السماء السقف فلما أراد معنى السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلما أراد من السماء معنى السقف ذكر ذكر لأنه أراد من السماء هنا السقف أي السقف منفطر به هذه السماء التي جعلها الله سقفا محفوظا ستتفطر في ذلك اليوم فذكر على المعنى ولم يؤنث على اللفظ وهذا كثير في القرآن الكريم كما قلنا في قول الله تعالى كأنهم أعجزوا نخل خاوية ومرة قال كأنهم أعجزوا نخل منقعر فمر النخلة جعلها خاوية والعجز جعله منقعر فنفس الآية من رجاءت خاوية بالتأنيث ومن رجاءت منقعر بالتذكير وإنما أراد الحمل على اللفظ والمعنى وقيل إنما أراد الحمل على النخلة وعلى الأعجاز وأيضا فيها تفصيل كثير جدا وقد تكلمنا على أمثال هذه الإشارات في آيات سابقة منهم ما قال على أنه المؤنث المجازي أي المؤنث الغير عاقل يجوز به التذكير ويجوز به التأنيث أيضا هذا أيضا قول موجود عند العرب فالعرب تقول يعني فرس ضامر أو امرأة ضامر لا يقولون ضامرة لأنه ضامر خلاص مفهومة وكذلك امرأة طالق لا يقولون طالقة ويصح التذكير ويصح التأنيث أيضا في هذا يعني يقول امرأة طالقة وامرأة طالق فهذا الأمر أيضا موجود وكذلك هناك من قال من أهل التفسير قالوا على أنه هذا يكون الأمر على النسب يعني أنه كما قال السماء منفطر به أي ذات انفطار فجعلها نسبة إلى الانفطار أي السماء منفطر به أي أنها ذات انفطار على هذا المعنى وكذلك هناك من قال على أنه السماء منفطر به إنما أراد من ذلك قول أن لفظة السماء لفظة السماء عندما جاءت مؤنثة وقلنا أراد منها معنى الشدة فذكر على هذا المعنى أي أن هذه السماء التي كانت في لطفها وفي لقتها في ذلك اليوم ستتفطر وتتشقق لأن لفظة التفطر والتشقق قلنا فيه معنى الشدة أقرب نعم قال السماء منفطر به كان وعده مفعولا كان وعد الله مفعولا كان ما وعد الله به وأمر الله به أن يكون أمرا حاصلا كائنا لا تغيير فيه ولا تبديل له لا تبديل لكلمات الله فإن الله ما وعد به كائن وما أخبر به حاصل لا محالة فكان كان وعد الله كان وعده مفعولا أن يحصل هذا الأمر بالجملة الكلام في الآيات هذه كما ذكر الإمام الرازي قال الله سبحانه وتعالى يعني هذه السورة ابتدأت في الكلام عن يعني للمؤمنين وخص سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بالكلام عن عبادته وعن تعامله مع ربه في صلاته وفي قيامه وفي قراءته ثم جاء التوجيه في آيات أخرى إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخلق والصبر على الخلق في الدعوة فجاءت في قول الله تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلة وغير هذا من الآيات التي جاءت في بياني كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين ثم جاء الكلام في التهديد والوعيد للمشركين في قوله وذرني والمكذبين وما تلاها من الآيات فهذه التقسيمات التي جاءت في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلام عن تعامل النبي مع الناس في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى والكلام في تخويف المشركين من أن يتمادوا في رد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بما حصل لموسى ما حصل لفرعون وقوم موسى من قبل فهذه كله وكانت مقدمات ثم جاء قول الله تعالى إن هذه تذكرة هذا الذي ذكرناه لكم بهذا التفصيل من الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن حث النبي في التعامل مع المشركين ومن التهديد والتخويف فإنه تذكرة ونلاحظ أن القرآن مرات يقول عنه عن القرآن يعني مرة كما قال في سورة المدثر كلا إنها تذكرة وهنا قال إن هذه تذكرة مرة ذكر ومرة أنث قال أهل التفسير إذا أراد القرآن فيذكر كلا إنه تذكرة أي هذا القرآن تذكرة وإذا أراد من معنى التذكرة العظة والموعظة والاتعاظ والاعتبار بما حصل فأنث على اعتبار الآيات أن هذه أي أن هذه الآيات هي تذكرة أو قيل أن هذه السورة التي نزلت عليكم هي تذكرة لكم قال إن هذه تذكرة ونلاحظ أنه كلمة هذه عندما جاءت هنا في هذا السياق نلاحظ أن فيها معنى جميل لاحظ أن القرآن كما قلنا مرات يشير بالقريب والبعيد على مقياس دقيق جدا وجميل جدا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فأشار له بهذا وقال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نحظ مر أشار له بالبعيد ومر أشار له بالقريب كذلك في قول الله تعالى عندما ذكرنا عن قصة يوسف عليه السلام لما خرج يوسف عليه السلام قالت فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة وشار له بهذا ثم بعد ذلك ماذا قالت امرأة العزيز قالت فذلك الذي لم تنني فيه أشارت له بذلك كذلك الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم أن يأكل منها فقال الله سبحانه وتعالى فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لا تقرب هذه الشجرة ثم بعد ذلك لما أكل من الشجرة قال ألم أنهكم عن تلكم الشجرة أصبحت تلك بعد أن كانت هذه وهذا جميل جدا في القرآن الكريم أن ينتقل القرآن بين اسم الإشارة بين القريب والبعيد على مقصد جميل جدا ودقيق هنا لما أراد أنها تذكرة التذكرة يجب أن تكون قريبة من القلب قريبة من الإنسان حتى يتعظ بها الإنسان ويعمل بها ولذلك أشار لها بالقريب فقال هذه تذكرة وأشار لها بالتأنيث على اعتبار معنى الآيات ومعنى الموعبة قال لأنه كما قلنا التأنيث فيه رقة وفيه رحمة فكأنه فيه ترقيق لقلوب المشركين لعله يعني يتعظوا بذلك ولعله ترق قلوبهم للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم ومعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق قال إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره قبل أن ننتقل إلى الآية فمن شاء ذكره نقف عند مسألة تذكرة فكلمة التذكرة قالوا هي مأخوذة من الذكر كما ذكر ذلك ابن عاشور قال بضم الذال وهو ضد النسيان وأيضا كالذكر يعني والذكر هنا التذكرة أي الموعبة وقال هو ورود الأمر الغائب عن البال عليه أن يكون أمر غائب عن بالك ثم يرجع إليك فهذا يسمى تذكرة قال هذه تذكرة وكأنه لعله الدنيا ولعل الشيطان وعلى الأحداث تنسي الخلق هذه الآيات المواعظ والاعتبارات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه عن الأقوام السابقة فيذكرهم الله سبحانه فقال هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي أن الطريق إلى الله سبحانه مفتوح وأن الله سبحانه لا يمنع أحد من أن يرد إليه وأن يرجع إليه لكن يبقى الأمر هذا في قضية فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا كما يقول ابن كثير في تفسيره يقول أن الأمر ليس الأمر تخيير إنما أمر يعني وعد وتهديد ليس الأمر هو تخيير لأنه الذي إذا شاء ذهب والذي لا يشاء لا يذهب لأن الله سبحانه وعلى قال في آية أخرى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال إنما هنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي أن الله سبحانه وتعالى من وفقه الله ومن هداه الله فقد يعني نال الرضا ومن خذله الله سبحانه وتعالى فقد نال السخط والتوفيق والخذل في ذلك إنما يترتب على أمور كثيرة لا يتسع المقام حقيقة لذكرها لضيق الوقت لأن هذا موضوع يتعلق في قضية يعني قدر الله سبحانه وتعالى في الأمر وكما قلنا دائما قدر الله سبحانه وتعالى هو كاشف للأشياء وهو علم الله علم الله صارف للعبد على فعل شيء أو يرغم العبد على فعل شيء إنما علم الله هو كاشف للأمر على ما يكون لذلك كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكما قال تعالى أيضا في آيات كثيرة وهديناه النجدين وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وآيات كثيرة جاءت كلها لبيان أن العبد له الحرية المطلقة في اتخاذ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ولكن يبقى الخذلان والتوفيق وكما كان يقول علماء أهل السنة دائما من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه فبفضله ومن خذله فبعدله وما ربك بظلام للعبيد هذا ملخص الأمر كله نعم قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل أي أنه لا يكون هناك أمرا مانعا للعبد من الإيمان إلا إذا أراد هو أن لا يؤمن ولذلك لاحظوا يعني حتى مع إبليس الله سبحانه وتعالى قال إبليس ما منعك أن لا تسجد يعني ما هو المانع لك من أن تطيع أمري وتسجد إذا حتى إبليس ما كان هناك مانعا له من شيء يعني ما الله سبحانه وتعالى منعه أن يسجد ثم يقول له لما لا تسجد حاشا لن يكون الأمر هكذا فالأمر كان متروكا ومخيرا للعبد أن يختار لذلك يعني ذكر أهل العلم في كلمة الهداية وسألخصها على الإيجاز السريع قال له الهداية تقسم إلى أربع أقسام هداية أولى الله سبحانه وتعالى هدى الخلق جميعا بها العاقل وغير العاقل قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهدى جميع الله سبحانه وتعالى في ذلك وهداية هي هداية إعلام من الأنبياء أن الأنبياء جاءوا بالهدى وجاءوا بالهداية للخلق فمن قبل هدايتهم قبل هذه الهداية انتقى للهداية الثالثة التي هداية التوفيق فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله حرم فلان هداية التوفيق معنى ذلك أنه لم يأخذ بالهداية الثانية وهداية إعلام الأنبياء وهداية قبول الأنبياء وهذه مسألة جدا جميلة ودقيقة أي أمر مترتب على أمر من قبل هداية الأنبياء جاءته الهداية من الله والذي لم يقبل هداية الأنبياء خذر له الله لأنه هو الذي لم يأخذ هداية الأنبياء أما الهداية الرابعة فهي هداية العبيد الخلق إلى الجنة يعني كل عبد كل إنسان عندما يدخل الجنة جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهلها جميعا كل واحد من الخلق يعرف منزله في الجنة ويعرف مكانه في الجنة كما ورد أيضا في الحديث أن العبد أعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا هذه الهداية ولذلك عندما نقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي من شاء اتخذ إلى ربه طريقا في الهداية وطريقا في قبول دعوة الأنبياء وقبول منهم والإيمان بهم فهذا هو السبيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر وكما قلنا لا مانع الله سبحانه وتعالى ما منع أحدا من الورود عليه والورود على طريقه إذا أخذ بهداية الأنبياء التي جاءت حتى تأتيه لهداية من الله سبحانه وتعالى قال اتخذ إلى ربه سبيلا وجاءت كلمة ربه لأن الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابكم يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين غني عن الطاعة وبعيد عن يعني أثر المعصية من العبد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم هذه الحديث الكثير التي جاءت لو أن الخلق كلهم كانوا على قلب أتقى رجل أو كانوا على قلب أفجر رجل ما أثر ذلك في ملك الله شيء فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولكن من شاء اتخذ إلى ربه وجاءت كلمة الرب لبيان أن الله سبحانه وتعالى أراد هداية الناس كما قالوا أما ثمودا فهديناهم ولكن استحبوا ماذا العمى على الهدى هم الذين رفضوا الهداية ورفضوا طريق الله سبحانه وتعالى والسبيل قد تكلمنا عن منظومة السبيل قلنا السبيل والطريق والشرعة والمنهاج والفج وكلمات كثيرة جاءت في القرآن الكريم كلها على معنى الطريق ولكن السبيل فيه ميزة زائدة في المعنى أن السبيل يعتبر أو كما قال كثير من أهل اللغة هو باعتبار كثرة السابلة كثرة المارة كثرة السالكين وهذا يدل على أنه هناك من يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سبيله إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك على العبد إذا أراد الطريق إلى الله أن يسلك الطريق إليه فالطريق مفتوح مشروع أمامه الله سبحانه وتعالى وضح الدين ووضح المنهاج وجاءت الأنبياء فبينت كل شيء ولكن تبقى الهوى والشيطان والدنيا والنفس كيف السبيل وكلهم أعدائي كما يقول الشاعر نتوقف له القدر إن شاء الله على أن نتكلم عن خاتمة سورة المزمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته